موسيقى نشرة الأخبار المحلية من قناة عدن الفضائية أهلا بكم أشهد محافظ حضر موت مبخوت مبارك بن ماضي خلال لقائه بالمكلة مقادمة قبائل فعين بحضور قائد المنطقة العسكرية الثانية الوارد ركن طالب صعيد بارجاش أشهد بالمواقف المشرفة لقبائل وأبناء المديريات الشرقية المساندة للدولة والسلطة المحلية ودعمهم ووقوفهم إلى جانب جهود التنمية وتحسين الخدمات وحفظ الأمن والاستغرار ومساندة قوات النخبة الحضرمية وجرى خلال اللقاء مناقشة أوضاع مديريتين الديس الشرقية والريدة وقصيعر وبحث احتياجات مواطنيها وجهود السلطة المحلية فيها حضر اللقاء قائد الغيادة والسيطرة العميد فيصل باتبيس ورئيس مركز العمليات المشتركة العميد ركن صالح باشميل وقائد قوات خفر السواحل بحضرموت العقيد محمد بامهير اطلع محافظ محافظة سقطراء المهندس رافت الثقلي على مستوى الانضباط الوظيفي في وحدات الخدمة العامة بالمحافظة عقب إجازة عيد الأضحى المبارك وزار المحافظ الثقلي ومعه مدير عام الخدمة المدنية علي خالد مطار سقطر الدولي واستمع من نائب مدير عام المطار إلى شرح عن سير العمل في المنفذ الجوي ومستوى الانضباط الوظيفي فيه كما زار المحافظة الثقلي مكتب الزراعة والري وفرع الهيئة العامة للمصائد السمكية واطلع على مستوى الانضباط والأداء وحث السلطة المحلية والموظفين على الالتزام بالدوام وإنجاز المهام الموكلة إليهم لتعزيز نشاطهما زار وكيل وزارة الأشغال العامة وطرق المهندس وليد ردمان ومرافقه مشروع استكمال وإنشاء طريق عقبة خلق بمديرية حالمين بمحافظة لحج وكان في استقبالهم مدير عام المديرية عبد العزيز الأعيام ومدير الأمن محمد مطلق جابر وعدد من مدراء المكاتب التنفيذية ورئيس وعضاء اللجنة المجتمعية ومشايخ واعيان وجخصيات اجتماعية بالمديرية وخلال الزيارة التي رافقه فيها وكيل محافظة لحج والضاحل حالمي تفقد وكيل الوزارة سير الأعمال والتي جرى تنفيذها ومستوى الإنجاز بمشروع استكمال عقبة خلق داعينا الجهة المنفذة إلى رفع وطيرة العمل لإنجاز المشروع كما ناقش وكيل الوزارة مع أبناء مناطق جبل حالمين واللجان المجتمعية المقترحات والملاحظات التي تخدم المصلحة العامة وتدلل الصعوبات أمام هذا المشروع ترأس أمين عامل مجلس المحلي بعدن بدر معاون سعيد اجتماعا موسعا كرسة لمناقشة الاستعدادات النهائية لامتحانات شهادات الثانوية العامة للعام 2023-2024 خلال الاجتماع أكد معاون حرص قيادة السلطة المحلية على نجاح العملية الامتحانية وتهيئة كل الأجواء اللازمة لضمان سيرها وتمكين الطلاب والطالبات من أداء امتحاناتهم بكل يسر وسهولة حثا كافة الجهات المختصة وفي المقدمة مدراء المديريات للتعاون والتنسيق مع مكتب التربية والتعليم لنجاح وسلامة العملية الامتحانية هذا وقد خرج الاجتماع بإغرار عدد من الإجراءات الهادفة لإنجاح العملية الامتحانية ومنها توفير الموازنة الكافية والاستكمال كافة الإجراءات الفنية والإدارية لاستقبال الامتحانات وتجهيز مراكزها وتوفير الحماية الأمنية اللازمة والكافية أعلن الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة أبيان مهدي الحامد حالة الطوارئ لمواجهة وباء الكوليرا جاء هذا الإعلان بعدما تم تسجيل 940 حالة إصابة بالإسهال المائي وتأكيد 42 حالة إصابة فيما تم تسجيل 16 حالة وفاة نتيجة الإصابة بالوباء تفاصيل أكثر في سياق التقرير الذي عده الزميل والضاح الشليلي أعلنت السلطات المحلية في محافظة أبيان حالة الطوارئ لمواجهة وباء الكوليرا إعلان جاء على لسان الأمين العام للمجلس المحلي في محافظة أبيان مهدي الحامد الذي قام بزيارة تفقدية عاجلة لمركزي العزل في مديريتي خنفر وزنجبار الحامد وخلال تفقده الأوضاع الصحية للمرضى الذين يتلقون الإعلاج داخل هذه المراكز للإطلاع على حجم الإمكانيات الصحية لدى هذه المراكز التي أوشكت على النفاذ فيما تزاد حالات الإصابة بالإسهالات المائية وحالات الكوليرا المؤكدة واقعا يعكس حالة الاسنفار لدى السلطات المحلية التي وجهت نداء عاجلا أطلقه أمينه العام مناشدا وزارة الصحة العامة والسكان ومنظمة الصحة العالمية زيارة ثانية لنا إلى مركز العزل في الكود في مديريتي خنفر طبعا تم النزول مرة أخرى لأنه هناك في حالات كثيرة في استقبلها المركز من مرضى الكوليرا وسبغوا أن ناشدنا الأخوة في وزارة الصحة وكذلك منظمة الصحة العالمية وتجاوبوا مشكورين في تقديم كثير من المتطلبات لمواجهة هذا الوباء ولكن نتيجة لكثرة الحالات في زينجبار وخنفر وكذلك في مودية نجدها فرصة أن نتقدم لهم بهذا النداء من أجل التدخل ومن أجل السرعة في تلبية احتياجات المراكز العزل في محافظة أبيان استنفار السلطات المحلية في محافظة أبيان على أثر هذا الإعلان عكسه النزول الذي قام به الأمين العام يرافقه نائب مدير مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة ومديري مديريتي زينجبار وخنفر بالإضافة إلى مدراء مكاتب الصحة بالمديريات ومدراء الصرف الصحي الذين تدعوا للوقوف أمام هذا الخطر وعقدوا الشماعا استثنائيا ترأسه الأمين العام للمجلس المحلي لتدارك هذا الخطر الذي يهدد حياة المواطنين نحن في المركز نعاني من نقص شديد في الأدوية نشكر الأخوة في منظمة الصحة العالمية الذين وفروا لنا السواعي الوريدية أول ما ظهرت حالات الكولورا هو في يناير حبارة عن أربع حالات أورمو في منطقة شغورا وبعدها بدأت الحالات بالتكاثر وفي 15 مارس قمنا بفتح مركز عزل في منطقة الكهود لتكاثر الحالات والتقديم الخدمات لها حاليا إلى يومنا هذا فلقد حدد الحالات 388 حالة كوليرا الوضع الأجال عندنا بحاجة إلى التفاف الكل أقل بالحالات هي من الفقراء أقل بالحالات من الفقراء وحالات من أصحاب سوء التغذية على أطفال أصحاب سوء التغذية أكثر تضرر من هذا جملة من القرارات التي خرج بها الاجتماع الصحي لمسؤولية سلطات المحلية في محافظة أبيان كان الإعلان عن حالة الطوارئ هو الأبرز فيها إلى جانب الدعوة لاعتماد ميزانية طارئة لحل مشكلة اختلاط مياه الشرب بالصرف الصحي والتأكيد على السمرار حملات النظافة بصورة عامة للحد من انتشار الوباء وإنقاذ ما يمكن إنقاذه لقناة عدل الفضائية وضاح شليلي محافظة أبيان ناقش الأمين العام للمجلس المحلي بحضر موت صالح العمقي بمدينة المكلة مع استشاري تحول الرقم بالغطاء الحكومي دكتور محمد بامطرف ناقش مشروع تحديث نظم المعلومات لتحسين كفاءة الأداء الحكومي وأكد العمقي دعم سلطة المحلية بالمحافظة للمشروع الذي سيتضمن مراحل متعددة تبدأ بالعمليات المالية والمحاسبية وإدارة ومراقبة الإيرادات الحكومية لضمان تحصيلها وأكد اللغاء على ضرورة دعم المنظومة الجديدة للأنظمة الموجودة والتكامل معها وضمان استيعابها للتطويرات المستقبلية لضمان تكامل وفعالية النظام الجديد في خدمة الأهداف الحكومية المنشودة وسيسهم المشروع في تعجز الشفافية وإنشاء نظام تكاملي لكافة الإدارات والأغسام ذات العلاقة بالمحافظة وبباقي المديريات وذلك من خلال تبني حل تقني متكامل ضمن إطار أنظمة الإدارة والتخطيط المؤسسي للقطاع الحكومي دشن وكيل محافظة شبوى الدكتور عبد القوي لمروق ورئيس جامعة شبوى الدكتور توفيق باسردة ومعهما عميد كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة شبوى الدكتور علي عوض حبتور دشن امتحانات نهاية العام الجامعي 2023-2024 في الكلية وخلال تجولهم في القاعات الامتحانية طلع وكيل المحافظة ورئيس الجامعة على الترتيبات التي اتخذت لضمان سير العملية الامتحانية واستمع إلى ملاحظات وآراء الطلاب حولها متمنيا لهم التوفيق والنجاح في أدائهما وكان وكيل المحافظة الدكتور لمروق قد ناقش مع رئيس جامعة شبوى ومع عميد كلية الطب والعلوم الصحية بالجامعة عددا من القضايا المتعلقة بالمتطلبات العملية الملحة للكلية والمشاكل والمعوقات التي تواجهها وأكد الدكتور لمروق حرص قيادة المحافظة على مواصلة دعمها لجامعة شبوى ومختلف كلياتها وتقديم التسهيلات اللازمة لها لتتمكن من الاطلاع بدورها المنشود في خدمة المحافظة والعملية التعليمية فيها التقى وكيل محافظة شبوى الدكتور عبد القوي لمروق في عتاق لجنة المجلس اليمني للتخصصات الطبية برئاسة البروفيسور عامر بلعفير والتي زارت المحافظة لبحث إنشاء مراكز تدريبية للزمالة اليمنية والماجستير المهني في المستشفيات الحكومية العاملة في مركز المحافظة وخلال اللقاء الذي حضره وكيل المحافظة المساعد علي الكندي ومدير عام مكتب الصحة وسكان بالمحافظة الدكتور علي الديب وعدد من المختصين أشار الوكيل لمروق إلى أهمية إنشاء مراكز تدريبية للزمالة اليمنية والماجستير المهني في مركز المحافظة مؤكدا استعداد قيادة المحافظة والمختصين فيها لتعجيز التعاون والتنسيق مع المجلس اليمني للتخصصات الطبية وتقديم التسهيلات اللازمة لأنشطته وبرامجه في المحافظة ومن جانبه أكد رئيس لجنة المجلس اليمني للتخصصات الطبية حرص المجلس على تطوير مهارات الأطباء اليمنيين وإكسابهم المعارف والخبرات اللازمة لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين تفقد رئيس مجلس إدارة صندوق سيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي بالعاصمة عدن المهندس معين محمد الماس تفقد نشاط محطة الوزن المحوري في منطقة العند بمحافظة لحج وخلال الزيارة طلع الماس من مدير المحطة على تنفيذ الإجراءات وطبيعة التعامل مع ضبط الأوزان المخالفة ومدى تجاوب سائق الشاحنات الثغيلة والجهات المعنية مع حملة ضبط ومراقبة الالتزام بما حدده القانون من الأوزان مشيدا بجهود فريق العمل في المحطة وأهمية هذه في تمكين بقاء مشاريع الصيانة واستدامتها عقدت لجنة المفاوضات الحكومية لفتح الطرقات في تعز اجتماعها الدوري برئاسة عبد الكريم شيبان لمناقشة جدول الأعمال ومسجدات فتح طريق جولة القصر ووقف الاجتماع على بعض الخروقات التي تمارسها ميليشيا الحوثي ومنها السماح بدخول المسلحين وكذا محاولات تهريب العملات الأجنبية اللقنة في اجتماعات مستمرة مناقشة قضية الطرق وتسهيل دخول المواطن في افتياجته والمعيشية ما تم فتحه اليوم هو عبارة عن طريق شخصي للسيارة الخفيفة لزيارة الأهل والأحباب فقط لكن لا زالت معظم الطرق مقلقة ومعظم احتياجات المواطن لا تدخل إلى اللحظة هذه نحن نناقشة عن في اللقنة احتياجات محافظة تعزفة جميع الطرق الموجودة في المنطقة الشرقية او فتح الخطوط الذي خط الذكرة مفرق الستين العدين مفرق العدين سوق الرمضة عصيفرة او خط مفرق الذكرة الستين مفرق شرعب مصنع السمن والصابون المطار القديم بيرباشة المدينة احنا نطالب لفتح هذه الخطوط لرفع المعاناة عن المواطن واتقال احتياجاته المعيشية الان في حقيقة الامر الوضع هذا لا يكفي خط واحد في ازدحام شديد جدا جدا وهو للمواطنين فقط نحن الان نطالب جماعة الحوثي ان توفي بوعودها بفتح الطرق ورفع الحصار عن هذه المدينة وخصصا هذا الخط الذي سيدخل منه احتياجات المواطن المعيشية من غذاء والدواء وغيره اقيم في محافظة تعزل لقاء الموسع للمشايخ والشخصيات الاجتماعية الفاعلة والمؤثرة بمديريات صبر وجبل حبشي والتعزية ومقبنة وشرعب وماوية ينظمه فرع المصلحة بالمحافظة وبالتنسيق مع السلطة المحلية تفاصيل في التقرير الذي اعدته الزميلة نعائم خالد بحضور قيادات السلطة المحلية والاجتماعية ومدراء عموما المديريات صبر وجبل حبشي والتعزية ومقبنة وشرعب وماوية عقد في محافظة تعزل لقاء الموسع لتوحيد الصف تأتي هذه اللقاءات بتوجهات من السلطة المحلية ناحو خلق موحظ استفاف وطني لعادة الدور المحورة المركزة لأخوة ومشايخ المديريات بدأ اللقاء الأول في مديرية الحجرية ثم تلاه في مديريات صبر وجبل حبشي والتعزية وماوية وشرعب وبالتالي فإن هذه اللقاءات هي كما وضحت سابقا في كلمتي أنه قبل تسل سنوات من الحرب والحصار الحودي كانت تلك تباينات وخلافات اليوم بعد تسل سنوات من الاقتتال والحصار وما قدمته تعزل شهداء وجرحة هناك استطاف أصبحت الصورة واضحة أصبح المشروع الحودي مشروع ألا دولة مشروع استهدف اليمن صادر الدولة وصادر مؤسسها اليوم نحن بصدد أن نقلق توحد والصفاف موحد لاستعادة الدولة ومؤسساتها تعز دائما هي السباقة في الدعوات والعمل من أجل وحدة الصف وحدة الصف في مواقهة المشروع الكهانوتي أبناء المديريات السابع وغيرها من أبناء مديريات تعز الثلاثة والعشرين دائما يصطفون خلف القيادة السياسية ممثلة بفقامة الرئيس رئيس مجلس الرئاسي الدكتور رشاد العليمي الذي يسعى دائما إلى توحيد الصف الجمهوري في كل ربوع الجمهوري اليمنية من أجل إنهاء الانقلاب والسعادة المؤسسات ها هي تعز اليوم بكل مديرياتها تحضر هذا البلطقة تعد شهر توحيد الصف الجمهوري وتعزيز التلاحم الوطني لتعزيز الأمن والاستقرار والتنمية والحفاظ على الثوابت والمكتسبات الوطنية يتجسد لقاء بأرواع سوره اليوم نحن في تلاحم وطني غير مسبوق وتعزيز صف إن شاء الله سيكون هناك دعوة على مستوى المحافظة لتعزيز صف الوجهات والشرائح الاجتماعية كلها ستكون فيه صف داعم للجيش داعم للأمن داعم لتحرير المحافظة وكذلك بالنسبة للطرقات تم فتح الطرقات وسيكون هناك فتح طرق أخرى في حال ما يستجيب الطرف الآخر الذي يحافظ تعز وكذا دعما للقيادة السياسية ممثلة بقيادة المجلس الرئاسي الدكتور رشاد العليمي وكمي أعضاء مجلس القيادة تعز تقف صفا واحدا خلف قيادتها استفافة الوطنين لأبناء محافظة تعز على أساس أن يكونوا يدا واحدة وكلمة واحدة ومطالبين بفتح الطرقات كافة حتى يستطيعوا تسهيل المعاناة للمواطنين الداخلين والخارجين إلى هذه المحافظة حيث نحن في مشرع وحدنان كانت تعاني من هذا الحصار المطبق لكنه عندما تحرّت أول مديرية في مشرع وحدنان كانت لها البعض طويل في إنزال جميع البضائع وإنزال جميع الفسيجين والماء والغذاء إلى محافظة تعز في 2015 وكان المعبر الرئيسي لإدخال المواد الغذائية إلى محافظة تعز وبذلك شعرنا في المسؤولية لإيقاد ما تحتاجه محافظة تعز ولذلك نؤكد على الاستفافة الوطنية والوحدة الوطنية على أساس مبدع الشراكة والحكم المحلي صالح الصلاحيات تعز تقول كلمتها اليوم توحيد الصف الجمهوري وتعزيز الأمن والسلام وهي أساس التنمية والحياة في مدينة أنهكها الحصار على مدى 9 سنوات وتريد أن تقول كلمتها الأساسية فإن اليمن واحدة ما دم تعز واحدة بلقاءاتها وأعمالها من أجل وطن واحد نعايم خالد لقناة عدن الصدائية تعز بحضور رئيس الوفد الحكومي المفاوض هادي الهيج وعضو الوفد حسن القبيسي عقدت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين بمحافظة مارب عقدت مؤتمرا صحفيا تحت شعار الإفراج عن المخفيين قصريا بوابة مفاوضات السلام كشف عن وفاة 239 تحت التعذيب وتعذيب 1249 من المخططفين ومن المخفيين قصريا المزيد من التفاصيل في سياق التقرير الذي عده الزميل محمد سالم الجدسي بهدف تسليط الضوء على غضية المخفيين قصريا وعلى رسم سياسي محمد قحطان أقامة الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين مؤتمر صحفيا تحت شعار إطلاق المخفيين قصريا بوابة مفاوضات السلام أكد المشاركون في المؤتمر الصحفية على أهمية الإفراج على المخططفين والمخفيين كخطوة أساسية نحوك تحقيق السلام والعدالة قبل أي مشاورات قادمة والحقيقة هذا المؤتمر الصحفي نحتاج أن نوضح فيه موقف الدولة والحكومة مما يمارسه الحوثي من أحكام إعدام واختطاف للأشخاص من الشبارع ومن البيوت وعندنا إحصائيات متكاملة بهذا وناهيك عن الأخ محمد قحطان المخفي لعشر سنين دون وصول أهله إليه والحكومة بشكل كامل والدولة بشكل كامل تطالب أن يكون قحطان أولا وأعلن ذلك الأخ رئيس مجلس القيادة كشف المؤتمر الصحفي التاكة القسيمة والقرام الشنيعة التي تمارسها الميليشيات الحوثي الإرهابية بحق المختطفين والمخفيين قصريا هذه الفعالية التي تتزامن مع اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب حيث قامت جماعة الحوثي بتعذيب حسب الرصد الذي وصل إلى الهيئة الوطنية الأسراء المختطفين 1249 تم تعذيبهم في سجون ميليشيات الحوثي من الرجال والنساء وكذلك حتى صغار السن الذين تم تعذيبهم حتى الموت في سجون جماعة الحوثي 239 شخص من هؤلاء خمسة أطفال وامرأة جماعة الحوثي أصدرت أحكاما غير قانونية على المختطفين المدنيين هناك سبعين حكم أو سبعين قرار إعدام صدرت عن جماعة الحوثي بحق سبعين مختطف منهم فاطمة العرولي وهؤلاء السبعين لا زالوا في سجون جماعة الحوثي حتى اليوم رصدنا 31 حالة إخفاء قسري تم اختطافهم من منازلهم مدنيين وتم إخفاءهم في سجون جماعة الحوثي حتى اليوم في ختام المؤتمر الصحفية دعت الهيئة الوطنية الأسرى والمختطفين المنظمات الحقوقية والإنسانية وسائل الإعلام وكافة المدافعين عن حقوق الإنسان إلى مناصر تقضية المخفيين قصريا في سجون ومعتقلات الميليشيات الحوثية المؤتمر الصحفي تزامنا مع اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب وهذا المؤتمر صلت الضوء على قضايا والانتهاكات والجرائم التي تقوم بها مليشي الحوثي وعلى رأسي الإخطافات والإخفاء القسري وإعلان موقف الوفد الحكومي لأنه لا تفاوض إلا بالإفراج عن محمد قهطان وبقية المختطفين في سجون الحوثي وهناك مختطفين مدنيين لم يحملوا السلاح وهذه جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية لقناة عدن الفضائية محمد قداسي محافظة مارب ناغش مدير عام مديرية الجنكبار المهندس مختار الشدادي مع مدير مكتب الزراعات بالمدرية المهندس عبدالله القعود وعدد من المزارعين وممثل الجمعيات الزراعية ناغش المنحة المقدمة من منظمة الأغذية والزراع الفاو والمشاريع المتوقعة البدئ فيها لتشجيع زراعة الحبوب في المديرية وتقديم الدعم لعدد مائة مزارع في مديرية جنكبار وكذا إنشاء حنجر مستودع لخزن البذور الحبوب وحث الشدادي مكتب الزراعة بالمديرية والجمعيات الزراعية على اختيار المزارعين وفق الشروط المحددة والاستفادة المثلى من هذا المشروع في زيادة الانتاج من الحبوب سلم مركز الملك سلمالي لغاثة والأعمال الإنسانية مع عدات طبية لمستشفى الضالع المركزي وذلك ضمن مشروع الخدمات الصحية الأساسية وتعزيزها في اليمن بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وتشمل المساعدات المقدمة أسرة طبية خاصة بقسم التنويم وقسم العناية المركزة بالإضافة إلى أجهزة خاصة بالتنفس الصناعي وشفط السوائل وتخطيط الغلب وبعض التجهيزات الطبية الأخرى انتهت نشرة الأخبار المحلية قدمناها لكم من قناة عدن الفضائية إلى اللقاء اشتركوا في القناة